طلب وفد من شيوخ ووجهاء منطقة عزيز بلد من محافظة صلاح الدين بمخاطبة قيادة عمليات بغداد بالتريث بقرار عودة نازحي منطقتهم الذين يقيمون في بغداد لحين حل المشاكل المتعلقة مع أهالي القضاء نحن منطقة عزيز بلد ندعو من سيد المحافظ للأشراف عن منطقة عزيز بلد مدمر حاليا بيوت السادة المراسمة في الوقت الحالي ندعو منه يخاطبوننا عمليات بغداد بعودة تريث عودة النازحين بالوقت الحالي يأخذوننا فترة ووضع على الانتخابات نتمنى من جهود سيد المحافظة وجهود الطيبين والخيرين يفتحوننا مركز انتخابيات بهذه المناطق اللي بسلمان باقل بحي الانتصار بسبع البور نبلقينهم عمليات بغداد قاد عمليات بغداد جاية تبليغ للمختارية لعودة النازحين اجباريا مشاكلهم لا شغل لا عمل لا وضايث على الله وحد تعبوا ما دري يأكلون بهين ما دري يدفعوهن أجار أكثر من 160 أو 170 عائلة لحد الان ما قدروا يعودون بالرغم من إكمال إجراءاتهم اليمنية عوائل الشهداء والمغدورين يتوقعون أن كل النازحين هم سبب بهذا الشسم بس هذا الشيء مو مو كل صحيح يعني أكو ناس أبرياء ناس ما عندهم شيء ناس ما ساهمهم يداعش ترجمة نانسي قنقر